بسم الله الرحمن الرحيم الحسابي والوسيط والمنوال والوسط الهندسي والوسط التوافق ايه فايدة المتوسطات في حياتنا؟ بتخدمنا كتير جدا في كيفية حساب اشياء او ظواهر كتير جدا من الظواهر الاحصائية اللي في حياتنا يعني لو حضرتك بتتابع فريقك او مهتم بكرة القدم لمنتخب مصر او مدرب عاوز يعرف اعمار لعيبة المنتخب ده اسمها متوسط عاوزين نعرف متوسط اجور شركة معينة عاوزين نعرف متوسط درجات الحرارة في هذا الوقت من كل عام يبقى المتوسطات موجودة معنا في مواضيع كتير جدا في حياتنا النهاردة اول حاجة هنبدأ بيها هنبدأ بموضوع سهل جدا اسمه الوسط الحسابي ايه هو الوسط الحسابي وكيف يتم حساب الوسط الحسابي ده اللي هنشوفه مع بعض الوسط الحسابي عبارة عن مجموع القيم مقسوما على عددها يبقى انا عندي مجموع القيم بقسمه على عددها يديني على طول الوسط الحسابي طيب الوسط الحسابي ده لبعض الخصائص هنشوفها مع بعض ونشوف كل الكلام ده في حلقتنا الجميلة ولكن لازم نفتكر مع بعض ان البيانات اللي عندي ممكن تكون بيانات مبوبة او بيانات غير مبوبة اللي بنسميها بيانات خام يبقى لو انا عندي بيانات خام لسه ما صنفتش لفئات وتكرارات ده اسمها بيانات غير مبوبة زي حضرتك لو عندك مدرسة والمدرسة كلها لسه موجودة في ارض الملعب او الفناء بتاع المدرسة لسه مش عارف ده سنة اولى ولا سنة ثانية ولا سنة تالتة ده كله على بعضه لسه اسمها بيانات خام او بيانات غير مبوبة اما لما ادخل كل فصل او كل صف دراسي مع بعضه يبقى انا عارف الصف الدراسي ده من عمري كذا الى عمري كذا والصف الدراسي ده من عمري كذا الى عمري كذا عملتهم في صورة فئات او صنفت البيانات دي في صورة فئات اذا هذه بيانات مبوبة ده يعني موجودة في صورة فئات وتكرارات او عدد الظاهرة اللي عندي يبقى أنا دلوقتي عرفت أن في بيانات مبوبة وبيانات غير مبوبة نبدأ الأول بالبيانات غير المبوبة اتفقنا أن البيانات اللي هي غير المبوبة اسمها بيانات خام اسمها بيانات خام البيانات الخام دي لو أنا عاوز أحسب منها وسط حسابي اتفقنا في تعريف الوسط الحسابي أن الوسط الحسابي هو مجموع القيم مقصوما على عددها طيب ممكن نشوف مع بعض شكل سؤال الوسط الحسابي مع بعض تعالوا نشوف لو انا قلت احسب الوسط الحسابي من البيانات الاتية عندي خمس بيانات او خمس قيم او خمس طلاب والخمس طلاب دول عندي درجاتهم في امتحان شهر قال لي مثلا الطالب الاول 3 من 5 والطالب التاني 2 من 5 والطالب 1 من 5 و4 من 5 و5 من 5 عندي كان طالب قلت لي خمس طلاب لو انا عاوز اعرف الوسط الحسابي لهذه القيم اقول لك حضرتك عاوز تعرف الوسط الحسابي احسب الوسط الحسابي هاحسب الوسط الحسابي ازاي اقول لك الاول لازم تفتكر القانون بتاع الوسط الحسابي بيقول لي ايه بقول له السين بار بيساوي مجموع القيم اللي هو مجسين يبقى رمز الوسط الحسابي اسمه سين بار اللي هو مجموع القيم مقصوما على عددها هنسمي عدد القيم نون يبقى مجموع القيم مقصوما على عددها طيب هتقول لي مجموع القيم هنا 3 زائد 2 5 زائد 1 6 زائد 4 10 زائد 5 15 يبقى هنا مجموع هذه القيم كانت 15 على عددهم 5 يبقى النون بتساوي 5 اللي هي عدد القيم قدرنا نحصل على مجموع القيم اللي هو 15 واسمناه على عدد القيم اللي هي 5 يبقى بالتالي عندي الناتج بتاعنا 3 يبقى الوسط الحسابي عندي كام 3 اذا لما يطلب مني الوسط الحسابي لازم اكون عارف ان الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددها ممكن كمان يجيب التمرين في صورة بيانات جهزة يعني ايه بيانات جهزة يعني مثلا يقول لي اذا علمت ان يقول لي اذا علمت ان مجموع القيم بيساوي 30 وعدد هذه القيم بيساوي 6 احسب الوسط الحسابي طيب انا هنا مديني مجموع القيم اقول له مجموع القيم اللي هو كان مجي سين مجي سين هنا كان بكام ب30 وعدد القيم اللي هو نون وده كان ب6 انا عاوز الوسط الحسابي مع بعض تاني رمز الوسط الحسابي ايه قلت لي سين بار محدش يقول لي سين شرطة تنطق سين بار يبقى هنا السين بار بيساوي مجي سين على نون قلنا مجي سين على نون مجي سين عندي بكام ب30 عدد القيم 6 بتمسك الالة الحسبة وتقول لي 30 على الستة يطلع معاك 5 وبكده انت قدرت تحسب قيمة الوسط الحسابي قدرنا نحسب قيمة الوسط الحسابي مع بعض من بيانات غير مبوبة طيب لو كانت هذه البيانات بيانات مبوبة اعمل ايه اقولك الوسط الحسابي من بيانات مبوبة عندي اول طريقة اسمها الطريقة المباشرة او الطريقة المطولة والطريقة المطولة بتعتمد على شيء مهم جدا اللي هي مركز الفئة ايه مركز الفئة دي اتفقنا مع بعض ان مركز الفئة اللي هو بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على اتنين يبقى قلنا قبل كده في الحلقات السابقة ان مركز الفئة بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على اتنين ومركز الفئة ده اسمه سين يبقى لازم تركز قوي كده مركز الفئة رمزه سين أما الوسط الحسابي رمزه سين بار يبقى مركز الفئة رمزه إيه؟ رمزه سين ومركز الفئة بيساوي اللي بيساوي بداية الفئة بداية الفئة زائد نهايتها على كام اتنين يعني لما يقول لي الفئة بالشكل ده كان مثلا عندي عشرة إلا عشرين إلا تلاتين إلا أنا هديك مثال بس عشان تقدر تحسب مركز الفئة أقول له وكانت التكرارات خمسة سبعة تمانية عايز أجيب حاجة اسمها مركز الفئة أقول له بداية الفئة الأولى كام يبقى لو عايز أجيب مركز الفئة الأولى بداية الفئة الأولى كان عشرة زائد نهايتها كانت عشرين وتقسم على اللي اتنين عشرة زائد عشرين تلاتين يبقى مركز الفئة الأولى تلاتين على اللي اتنين فيها الخمستاشر لو عايز أجيب مركز الفئة التانية قلت لي مركز الفئة التانية بيساوي بداية الفئة التانية كانت كام؟ عشرين زائد نهايتها 30 على الاتنين طب 20 زائد 30 قلنا 50 50 على الكام على الاتنين الاتنين دي ثابتة طبعا لان دي عبارة عن متوسط حسابي للبداية والنهاية يبقى يطلع على طول معانا 25 وهكذا يبقى هنا لازم تميز بين مركز الفئة اللي رمزه سين وقانونه بداية الفئة زائد نهايتها على اتنين او بداية الفئة زائد نص طلها او نهاية الفئة ناقص نص طلها يبقى احنا هنا على طول جبنا مركز الفئة ولازم تميز كمان بين الوسط الحسابي اللي هو رمزه سين بار وزي ما قلتلك تنطق سين بار طيب عندي تمرين سهل وجميل جدا عاوز مني ازاي احسب الوسط الحسابي من بيانات مبوابة لو شفنا مع بعض بداية تمرين سهل وجميل جدا كده بنقول احسب الوسط الحسابي اهو من البيانات الاتية مديني فئات متكرارات الفئات كانت عندي اربعة الى ستة الى تمانية الى عشرة الى وادي مجموعة التكرارات كانت عندي ثلاثة و خمسة و سبعة و خمسة مجموعة التكرارات كانت عشرين عاوز مني ايه؟ بيقول لي احسب الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة حسابي بالطريقة المباشرة لما اجي احل اقول له علشان احسب الوسط الحسابي هعمل جدول من اربع خانات هعمل جدول من اربع خانات اول خانة عندي في الجدول بتاعي اللي هي خانة الفئات ودي هننقلها من ورقة الاسئلة عندي اربعة الى ستة الى تمانية الى ولكن عايز اعرف من عشرة الى كام قلتلي لجدول منتظم طب هي بتزيد باتنين الفئات عندي بتزيد باتنين او طول كل فئة اتنين يبقى هقفل الفئة الاخيرة بمقدار هذه الزيادة يبقى من عشرة الى اتناشر برافو عليك طيب عندي التكرارات هي كمان موجودة في ورقة الاسئلة كانت تلاتة و خمسة وسبعة وخمسة والمجموع عندي كان عشرين خد بالك بقى من مركز الفئة اللي هي خانة السين السين ابارة عن مركز الفئة يعني بداية الفئة زائد نهايتها على اتنين بداية الفئة كان اربعة نهايتها ستة اجمع كده مع بعض اللي اربعة والستة قلتلي عشرة اقسمهم على الاتنين يبقى مركز الفئة الاولى كان خمسة طيب مركز الفئة التانية قلتلي بداية الفئة التانية كانت ستة وانهايتها تمانية ستة زائد تمانية على طول تقول لي اربعتاشر على الاتنين فيها السبعة طيب الفئة التالتة من تمانية لعشرة تمنتاشر مجموعة تمانية وعشرة تمنتاشر على الاتنين فيها التسعة وآخر فئة أو الفئة الأخيرة عشرة زائد اتناشر اتنين وعشرين على الاتنين فيها الحداشر حد لاحظ أن إذا كانت كمان اتنين آخر حاجة عندي عايز أجيب آخر خانة اللي هي سين في كاف أو سين كاف هتبتدي على طول تضرب الخانة الكاف في خانة السين 3 في 5 بـ 15 5 في 7 بـ 35 7 في 9 بـ 63 5 في 11 بـ 55 يبقى احنا اتفقنا مع بعض إن خانة السين في كاف عبارة عن خانة سين زائد خانة كاف خانة السين في كاف عبارة عن خانة سين زائد خانة كاف بعد كده هنبتدي نجمع الأرقام اللي عندي يطلع عندي الناتج 168 اجمع كده معايا 15 زائد خمسة وثلاثين خمسين خمسين زائد خمسة وخمسين مية وخمسة مية خمسة وستين مية تمانية وستين هنا عاوز أجيب الوسط الحسابي بمنتهى البساطة أفتكر القانون تاني بتاعي السين باربي ساوي مج سين كاف لأن دي بيانات مبوبة على مجموع التقرارات عندي مج كاف كتبت القانون تقدر تعود بمنتهى البساطة يبقى السين باربي ساوي مج سين كاف بمية تمانية وستين على مج كاف عشرين يبقى اتفقنا مع بعض إن هأسم المج سين كاف على مج كاف يبقى هتقسم مية تمانية وستين على عشرين علشان يطلع معاك الناتج بالزبط والتحديد تمانية واربعة من عشرة يبقى الوسط الحسابي بتاعنا كانت قمته تمانية واربعة من عشرة ده كان شكل الوسط الحسابي من بيانات مبوبة بالطريقة المباشرة طيب عندي طرق تانية غير الطريقة المباشرة طبعا عندي طريقة من أهم الطرق اللي هي طريقة الانحرافات البسيطة أو بيسموها الانحرافات العادية لما نشوف تمرين على طريقة الانحرافات البسيطة أو طريقة الانحرافات العادية هنلاقيها من أسهل الطرق وكمان بتختصر للأرقام الرقم اللي كان كبير قدامي بسطته وكان الرقم شكله بسيط كمان معايا في الضرب وفي عمليات الإسمة لإيجاد الوسط الحسابي تعالوا نشوف مع بعض التمرين إزاي أوجد الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات البسيطة طريقة الانحرافات البسيطة بتختلف عن الطريقة المطولة أو الطريقة المباشرة إن في المباشرة كان جدول أربع خانات أما في طريقة الانحرافات البسيطة هنعمل جدول من خمس خانات اللي هي طريقة الانحرافات العادية أو البسيطة الجدول هيزيد معنا شوية ويبقى جدول من خمس خنات تعالوا نشوف تمرين ونطبق الكلام ده مع بعض في تمرين بيقول لي احسب الوسط الحسابي من الجدول القاتي الفئات والتكرارات حضرتك بتقول لي ان مديني جدول في الفئات بتاعتنا كانت 20 الى 30 الى 40 الى 50 الى 60 الى واخر فئة من 70 الى 80 يبقى احنا اتفقنا ان دي الفئات ومديني التكرارات بتاعتنا كانت 12 و 18 و 40 و 20 و 7 و 3 اول حاجة اول خنتين لازم يتنقلوا من ورقة الاسئلة زي ما هم اللي هم خانت الفئة وخانت الكاف هتقول لي خانت فئة كانت 20 الى 30 الى 40 الى 50 الى 60 الى وبعدين 70 الى اقل من 8 كتبت الفئات عاوز اكتب كمان التكرارات التكرارات اللي عندك 12 و 18 و 40 و 20 و 7 و 3 اجمع كده الارقام دي كلها علشان تقدر تحصل على مجموع خانت الكاف قلت لي مجموعهم 100 37 و 20 و 30 و 40 و 70 و 18 و 88 و 12 و 100 باقي بقى من حضرتك انك تجيب خانت السين اللي هي مركز الفئة يبقى السين اللي هي مركز الفئة فاكرين مركز الفئة بيجي ازاي؟ طبعا قلنا بداية زائد نهاية على اللي 2 20 زائد 30 50 على اللي 2 25 30 زائد 40 70 على اللي 2 35 30 40 زائد 50 90 على اللي 2 5 و 40 وبما ان اطوال الفئات منتظمة بتكون اطوال مركزها منتظمة والطول عشرة تقدر تكمل 55 65 65 75 قدرنا نحصل على مركز الفئة طيب بمنتهى البساطة انا عاوزك تركز في الخانة اللي جاية اسمها خانة حا اسمها خانة حا او الانحراف عن وسط افتراضي في عندي الانحراف عن وسط افتراضي الوسط ده ممكن تعمله من اي رقم ولكن الافضل انك بتختاره من امام اكبر تكرار فين اكبر تكرار عندي في خانة الكاف؟ قلتلي اكبر تكرار كان 40 يبقى هنا هاخد السين اللي امام اكبر تكرار اللي هي كانت قيمتها خمسة واربعين قلتلي خمسة واربعين احنا اخترناها كوسط افتراضي ممكن فوق نسميها واو اللي هي وسط افتراضي او وسط فردي قلنا قيمته كانت خمسة واربعين يلا نطرح عمود السين كله من الخمسة واربعين يبقى لما قوله خمسة وعشرين ناقص خمسة واربعين يطلع معاك الناتج على طول سالب عشرين الناتج بكام؟ بسالب عشرين اطرح خمسة وثلاثين ناقص خمسة واربعين يطلع سالب عشرة طيب 45 نقص 45 يطلع الناتج مع حضرتك 0 55 نقص 45 موجب 10 65 نقص 45 موجب 20 75 نقص 45 يطلع الناتج موجب 30 كده انت جبت خانة الانحرافات نقولها تاني علشان دي في غاية الاهمية بنقول ايه ازاي اجيب خانة الانحرافات اللي عندي قلتلك بمنتهى البساطة هتجيبها ازاي اخترت وسط افتراضي من امام اكبر تكرار دور كده في خانة الكاف ال12 وال18 وال40 وال20 وال7 وال3 مين اكبر رقم في خانة الكاف قلتلي ال40 اقول له يا ربعين انا عاوز اللي قدامك عاوز الوسط اللي افتراضي هي السين اللي قدامك مركز الفئة اللي قدامك قال لي يبقى عايزي الـ 45 يبقى اخترت اكبر تكرار وخدت اللي قدامه اللي هي 45 وسمتها فوق ان الواو بتساوي 45 الـ 45 اللي عندي العمود كله هطرح منه 45 يبقى 25 نقص 45 سالب 20 35 نقص 45 سالب 10 45 نقص 45 0 55 نقص 45 10 65 نقص 45 فيها العشرين واخر حاجة 75 نقص 45 فيها الثلاثين اخر حاجة خلاص هقدر اضرب خانة الح في خانة الكاف طيب انا عايز اضرب ح في كاف خلي بالك انا ما قلت السين في ح وما قلت السين في كاف يبقى باشيل خانة السين احط عليها قلم علشان ما تلخبطنيش كده وعايز اضرب الح في الكاف يبقى هاضرب الخانة اللي هي الكاف في خانة ح 12 في 20 او 12 في سالب 20 تطلع بسالب 240 طيب عايز اضرب 18 في سالب 10 تطلع بسالب 180 0 في 40 بصفر 10 في 20 بموجب 200 وبعدين 7 في 20 بموجب 140 و43 بموجب خدت بالك انك بتضرب خانة الكاف في خانة الح او خانة الح في خانة الكاف وبعدين ظهر عندك بعض الارقام السالبة وبعد الارقام الموجب اجمع الارقام السالبة لوحدها هيطلع معاك سالب ربعمية وعشرين واجمع الارقام الموجب لوحدها اجمع كده معايا 200 ومية واربعين تلتمية واربعين وتسعين يبقى ربعمية وتلاتين بالموجب خد الفرق بإشارة الكبير يبقى خدت الفرق عشرة بإشارة الكبير موجب كده معايا مجموعة خانة حف كاف بموجب عشرة طيب عاوز اجيب الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات العادية اقول له السين بربي يساوي واو سالب او موجب مجموعة خانة حف كاف على مجموعة خانة كاف اذا السين بربي يساوي الوهو كنا مختارينه بكام بخمسة واربعين طيب مجموعة قائمة حاكاف كان طالع مجب ولا سالب قلتلي مجب عشرة المجب عشرة ده هتقول لي زائد او مجب عشرة على مجموعة كاف بمية يبقى السين بار خمسة واربعين زائد عشرة على مية بتساوي خمسة واربعين وعشرة من مية او واحد من عشرة كده انت قدرت تحسب الوسط الحسابي وعاوزين كمان ناخد بالنا من حاجة ان الوسط الحسابي اللي طلع معايا خمسة واربعين وواحد من عشرة فعلا موجود في المنطقة بين اربعين وخمسين يعني المتوسط بيكون موجود حوالين بداية الفئة اللي هي بداية فئة المتوسط وانهيتها ده كان الوسط الحسابي من بيانات غير مبوابة بطريقة الانحرافات العادية او الانحرافات البسيطة الحقيقة عندي كمان تمرين سهل جدا جدا وبسيط جدا وفكرته فكرة بسيطة اللي هي بيانات جاهزة خد بالك من التمرين اللي جاي ده معنا لان فكرته مختلفة شوية المفروض ان انا بديلك تمرين في فئات وتكرارات وحضرتك بتتعب معايا وتجيب لي مركز الفئة وبعدين خانة الانحرافات وتضرب خانة الانحرافات في مركز الفئة في خانة التكرار علشان نجيب خانة حف كاف وتقدر تجيب الوسط الحسابي سين بار بيساوه زائد او ناقص مجموح حف كاف على مجموح كاف او لو بالطريقة المباشرة بتعمل اربع خاناته تحل اتفاجئت معايا في التمرين ان هو عمل كل حاجة واداني البيانات جاهزة على طبق من فضة يبقى دور حضرتك التطبيق في القانون مباشرة انت عاوز ايه كده لو جالك تمرين في بيانات جاهزة مش عاوز منك غير التطبيق المباشر في القانون اللي انت حفظه وفاهم خطواته لان الاحصة مادة فهم تعال اشوف معايا كده بيقول لي ايه ده تمرين من بيانات جاهزة اذا علمت انه اذا علمت انه الوسط الفردي خمسين طيب يعني ايه الوسط الفردي يعني واو ساعدتك كده اديتني الواو بكام بخمسين ومجموع كاف مجه كاف كان بمتين ومجه حه كاف كان باربعين عاوز الوسط الحسابي طيب خد بالك ان مجه حه كاف هنا بالموجب افتكر معايا كده قانون الوسط الحسابي بطريقة لانحرافات البسيطة ليه مستر هنستخدم لانحرافات البسيطة قلت له عشان مديني مجه حه كاف برضو عليك يبقى هنتقول لي السين بار بيساوي واو زائد او ناقص مجموع خانة حه في كاف على مجموع خانة كاف يبقى السين بار هيساوي الواو كان عندي مدهالي كان بخمسين زائد اربعين على متين يطلع النتج بالقالة الحسبة خمسين واثنين من عشرة ودي كنت الوسط الحسابي وقدرنا ننهي التمرين في نص سطر وبطريقة سهلة جدا لانه مديلك تمرين من بيانات جهزة يبقى دايما تمرين البيانات الجهزة بتبقى جميلة وسهلة جدا طيب عندي كمان تمرين فيه فكرة لذيذة جدا اللي هي ما تدنيش فئات دداني مراكز هذه الفئات يبقى خد بالك فيه فرق انه يديلك الفئة وفيه فرق انه يديلك مركز الفئة لما في التمرين يديلك مركز فئة يبقى حضرتك بتشتغل على طول من خانة الكاف وبعدها خانة السين اللي هو مديهالي الجهزة يعني انت مش بتحسبها كمان وبتبتدي تشتغل بطريقة عادية جدا طيب دايما دايما اشتغل بالطريقة الاسهل ليك حتى بتكون ارقامها بسيطة وسهلة بيقول لي ايه في التمرين اذا علمت ان مراكز الفئات 25 و35 و45 و55 وعاوز مني ايه ومديني التكرارات وعاوز مني الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة بالطريقة المباشرة مديني هو مركز الفئات لذلك انا عملت خانة فيه وشطبت عليها زي ما انت شايف مش هستعملها مش عاوز اجيب خانة فيه ومال اشتغل ازاي قال لي هو مديك خانة سين جهزة ايه هي السين اللي هي مركز الفئة كان مديني مركز الفئات اللي عندي خمسة وعشرين خمسة وتلاتين خمسة واربعين خمسة وخمسين خمسة وستين وبعدين كان مديني خانة كاف ومش فرقة معايا تحط السين قبل الكاف او الكاف قبل السين ما عنديش مشكلة كان مديني لك خانة كاف كانت باتنين وثلاتة وعشرة وثلاتة واثنين تقدر تجمع مجموعة خانة كاف كان بعشرين ده طبعا مجي كاف طيب بعد كده تقدر تجيب خانة سين في كاف عشان هو طالب الطريقة المباشرة وهتضرب اتنين في خمسة وعشرين بخمسين وثلاتة في خمسة وتلاتين بمية وخمسة وعشرة في خمسة واربعين بربع مية وخمسين وثلاتة في خمسة وخمسين بمية خمسة وستين واخر حاجة اتنين في خمسة وستين بمية وتلاتين تجمع عمود السين في كاف يطلع معاك بتسعمية طيب انا عاوز ايه بعد كده انا عاوز الوسط الحسابي هقول له ان الوسط الحسابي اللي هو سين بار بيساوي في حال البيانات المباشرة بالطريقة المطولة او البيانات المباشرة بالطريقة المطولة او الطريقة المباشرة سين بار بيساوي مجموع سين في كاف على مجموع كاف يبقى السين بار بيساوي مجي سين في كاف كان بتسعمية على مجي كاف كان بعشرين بالألة الحزبة من قطوة واحدة ترقى الوسط الحسابي كان بخمسة واربعين ده كان تمرين فيه فكرة جميلة مديني مراكز الفئات والتمرين اللي قبله كان مديني بيانات جهزة عندي موضوع جميل جدا بقى اسمه الوسيط موضوع الوسيط ده من الموضوعات السهلة الجميلة جدا يعني ايه الوسيط اقول له هي القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتبها سواء تصاعدي او تنازلي يبقى هنا ازاي احسب الوسيط اقول له الوسيط ده لو مديني بيانات عندي لو هي بيانات غير مبوابة لازم الاول ارتب هذه البيانات وهذه القيم فردية او عددها عدد فردي على طول بقول له ان قيمة الوسيط هتكون قيمة واحدة اما لو كانت عدد زوجي طبيعي هيطلع اللي في الوسيط ده كمتين اخد لهم متوسط بعد ما اخد الكمتين يبقى دايما لو البيانات زوجي هيكون الوسيط كمتين وبعد القيمتين اخد المتوسط بتاعهم تعالوا نشوف مع بعض تعريف الوسيط الاول وبعدين ناخد تمارين على الوسيط تعريف الوسيط ايه؟ بيقول للوسيط هو القيمة التي تتوسط اخد بالك من كلمة ايه؟ تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتبها سواء تسعوديا او تنازليا طيب ممكن ناخد تمارين كده على الوسيط من بيانات غير مبوابة بيقول لي احسب قيمة الوسيط من القيم الاتية احسب قيمة الوسيط من القيم الاتية مديني مجموعة من القيم كان مديني خمسة و سبعة و أربعة وواحد وتسعة وتمانية وستة قبل ما اعمل اي حاجة عاوزك تلاحظ ان عدد القيم كام كنت لقى عدد القيم وسميها نون ما هي النون عدد القيم عدي معايا كده واحد اتنين تلاتة صح ولو عايز نحلها بالتلاتين ما عندكش مشكلة انما احنا بنقول الاسهل ليك ايه انت بتحب ترتب تصعودي يرتب تصعودي تصعودي يعني ايه يعني من الصغير الى الكبير يبقى هنا ببص على القيم اللي عندي تاني القيم كانت معنا خمسة سبعة أربعة واحد تسعة تمانية ستة اول او اصغر قيمة عندي كانت الواحد يبقى هنرتب نبدأ احنا هو بكلامنا تصاعوديا يبقى هون ايه الاول واحد خدت الواحد بعد اربع بعد الاربعة خمسة وبعد الخمسة ستة وبعدين سبعة وبعدين تمانية وبعدين تسعة وهقولك على نصيحة جميلة جدا بعد ما ترتبهم عدهم تاني ليه مصدر ما احنا عدناهم وقلنا ان كانت القيم سبعة ممكن وانت بترتب تنسى رقم اكتشفه ازاي لما هعد القيم مرة تانية لازم يطلعوا نفس العدد الاول اللي هو سبعة يبقى بعد ما رتبت قالوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة انا كده تمام وماشي كويس اقوله بعد ما رتبت هنا بقى ترتيب الوسيط بيساوي نون زائد واحد على الاتنين يعني سبعة زائد واحد ثمانية على الاتنين هي اربعة يبقى الوسيط هو القيمة رقم اربعة سواء هتعد من الشمال او من اليمين هو القيمة رقم اربعة مش القيمة اللي بتساوي اربعة لا القيمة رقم اربعة يعني اقوله واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة يبقى الوسيط بيساوي ستة وممكن من غير ده كله تقول لي هنا بعد الترتيب شيل تلاتة من هنا وشيل تلاتة من هنا مين اللي بيتوسط هذه القيم تتقول لي الستة يبقى دي الوسيط بتاعنا طيب ممكن كمان ناخد تمرين سهل جدا على الوسيط لو كان عدد هذه القيم عدد زوجي لو كان القيم عددها زوجي يبقى هنا زي ما اتفقنا هيكون الوسيط محصور بين قيمتين اللي هما القيمتان اللتان تتوسطان مجموعة من القيم تعالوا نشوف مع بعض ازاي احسب الوسيط من عدد من القيم يكون عددها عدد زوجي بيقول لي احسب الوسيط من القيم الاتية من القيم الاتية خمسة وتمانية وتلاتة وتسعة وعشرة واربعة عاوز مني ايه اقول له اول حاجة نرتب رتب من الصغير للكبير كده وشوف عدد القيم هنا كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وده 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 عدد لاني ممكن ننسى قيم او احنا بنرتب عايز تشيل كمتين من هنا وكمتين من هنا وتقول لي ان الوسيط هما الكمتين اللي في النص برافو عليك يبقى هنا الوسيط بيساوي الخمسة زائد التمانية على الاتنين خمسة وتمانية تلات تاشر يبقى على الاتنين فيها الستة ونص او كنت ممكن تقول لي ترتيب الوسيط كمتين نون على الاتنين واللي بعدها يعني نون على الاتنين زائد واحد نون على الاتنين يبقى ستة على الاتنين يبقى هي القيمة التالتة واحد اتنين تلاتة واللي بعدها تبقى القيمة الرابعة يبقى فعلا اخترت الكمتين التالتة والربعة وخدت لهم متوسط يعني خمسة زائد تمانية على الاتنين تطلع ستة ونص سواء حلت كده صح سواء حلت كده صح ما عندكش مشكلة في ايجاد الوسيط عندي بقى تمرين مهم جدا 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 على الوسيط باستخدام المتجمع الصاعد من بيانات مروابة البيانات المباوبة زي ما احنا عارفين اللي هي في صورة فئات وتكرارات البيانات المباوبة في صورة فئات وتكرارات بيقول لي من الجدول الاتي احسب الوسيط عاوز ايه؟ عاوز الوسيط ومديني جدول فئات وتكرارات طيب الجدول اللي عندي اول حاجة بعمل حاجة اسمها المتجمع الصاعد وده عبارة عن الحدود العليا للفئات والتكرار المتجمع الصاعد بص معايا كده الفئات اللي عندك كانت كام؟ قلت ليه كانت خمسة اقول له اقل من خمسة يبقى المتجمع الصاعد بيتماس بعبارة اقل من وبعدها اقل من خمسة وعشرين اقل من خمسة وثلاثين اقل من خمسة واربعين وانهاية الجدول اقل من خمسة وخمسين المتجمع الصاعد ده بيبدأ بالصفر وبعدين اخد اول تكرار كام؟ تمانية تمانية زائد تسعة يبقى معايا سبعتاشر سبعتاشر اخر حاجة وصلت لها زائد خمستاشر يبقى معانا تنين وتلاتين اتنين وتلاتين زائد عشرة اتنين واربعين اتنين واربعين زائد تمانية يبقى معايا الخمسين اجيب ترتيب الوسيط اقول له بيساوي مجموعة تكرارات على الاتنين مجموعة تكرارات كام؟ خمسين على الاتنين يبقى الترتيب بتاعنا بخمسة وعشرين دور كده على الخمسة وعشرين في التكرارات المتجمعة الصاعدة مش موجود ولكن محصور في هذه المنطقة اقول له على طول بمنتهى البساطة الوسيط ريه اتنين بيساوي الف زائد الترتيب ناقص كاف واحد على كاف اتنين ناقص كاف واحد في لام هتقول لي ايه الكلام ده؟ هقول لك الالف هو بداية فئة الوسيط الاربع ارقام اللي عندي دول ادي الالف بكام؟ بخمسة وعشرين زائد الترتيب انت لسه جايبه بكام؟ برضو بخمسة وعشرين كاف واحد اللي هي دي اللي فوق السهمة هنا وكاف اتنين اللي هي التكرار السابق وكاف اتنين اللي هي اللي اتنين وثلاثين يبقى خدت كاف واحد بسبعتاشر وخدت كاف اتنين باثنين وثلاثين ناقص كاف واحد بسبعتاشر في طول الفئة كام؟ عشرة على طول بالالة الحسبة بتاع حضرتك يطلع معاك بمنتهى البساطة الوسيط كمتو تلاتين وتلاتة من عشرة دايما هتكون قمة الوسيط محصورة بين الفئة الوسيطية اللي عندك ده كان تمرين وان شاء الله على وعد وامل ان احنا نستكمل هذا الموضوع في الحلقات القادمة اترككم في رعاية الله وامنه وان شاء الله دايما مصر بخير ودايما في قناة مصر التعليم الفني دايما متفوقين كان معكم مصر فتح عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر